متابعة محمد تورك وعاشيقته وصال في حالة سراح والدنيا باطمة تحتج قرر قاضي التحقيق قبل قليل من يومه الأربعاء 26 أكتوبر جاري متابعة محمد تورك زوج الفنانة دنيا باطمة وعاشيقته وصال وشخص ثالث في حالة سراح ويفق المعطيات المتوفرة فقد تم إخلاء سبيل تورك بكفالة قدره عشرة آلاف درهم فيما تقرر إخلاء سبيل مدعوة وصال التي تتهمها الدنيا بكونها عشيقة محمد تورك مقابل كفالة قدرها خمسة آلاف درهم فيما تقرر متابعة الشخص الثالث دون كفالة هذا واحتجت دنيا بطمة على هذا القرار عن طريق استوري عبر حسابها انستغرام ويتابع المعنيون بالأمر من أجل التحريض على الفساد والسرقة والتقاط صور ومقاطع فيديو لأشخاص داخل مكان خاص ونشرها دون موافقتهم ويشار إلى أن دنيا بطمة وضعت صباحات اليوم شكاية مباشرة جديدة لدى وكيل مالك بابتدائية مراكش اشتركوا في القناة